صفة الصلاة قبل أن يدخل في الصلاة يأتي بشروط الصلاة يستحب أن يصلي إلى سترة شيء أمامه مرتفع يقف يضع الرجلين على استقامة واحدة مع البدن لا يفرج الرجلين ولا يغضمه لا يفرج الرجلين ولا يفرج الرجلين النظر دائما يكون إلى موضع السجود وإذا كان هذا التكبير يكون هكذا بأن يضم أصابع الكلفين ويجعل الباطن جهة القبلة ويجعل الباطن جهة القبلة ويجعل الباطن جهة ويجعل الباطن جهة دعاء الاستفتاح يستعيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم جهة ثم يقرأ الفاتحة ويجعل الباطن جهة بعد الفاتحة يؤمن يقول آمين فاتحة يجعل الباطن جهة يستحب له أن يقرأ ما تيسر من القرآن ويجعل الباطن جهة ويجعل الباطن جهة يقول مرة واحدة سبحان ربي العظيم أولا يقول أنه سبحان ربي العظيم ثم يستحب له أن يزيد سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم وبحمد سبحان قدوس رب الملاكة والروح يستثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم بين الركوع والاعتدال يقول سميع الله لمن حمده سميع الله لمن حمده سبحان ربي العظيم يقول ربنا ولك الحمد يقول ربنا ولك الحمد يستحب له أن يزيد لما ورد سبحان ربي العظيم وبحمد صلى الله عليه وسلم يقول ربنا ولك الحمد الله أكبر ويسجب يقول سجد ماكو لا بد أن تكون هذه الصفة ويساق وخر أمال دموه مسموه بغنه لا يرفع أو يضع هكلا يوضع مرثيم ولا يضع مرثيم هنا يقول سبحان ربي العظيم ويقول سبحان ربي العظيم يقول سبحان ربي العظيم ويستحب يدعو أيضا هنا ويقول سبحان ربي العظيم ويقول سبحان ربي العظيم يقول سبحان ربي العظيم ويقول سبحان ربي العظيم ويقول سبحان ربي العظيم ويقول سبحان ربي العظيم السلام ويقول سبحان ربي عظيم ويقول سبحان ربي العظيم استغفر الله جبنر يأتي بالأذكار الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام أبي يوجد جاء أذكار خر بغنبارهم صلى الله عليه وسلم دري غزاء وشتار والله أعلم والله أعلم